رئيس الفريق الحركي تفضلو سيدة رئيس المشكوري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيد رئيس حضرات سيدة والسادة اليوم حصيلة هذا الصباح 43 قتيل و1800 جريح إسرائيل تغرق حدود غزة بالدماء نعيش نكبة أخرى نعيش مصيبة أخرى تنضاف إلى ما يعيشه الشعب الفلسطيني منذ سنين المنتظم الدولي رفض وأجمع على رفض القرار الجائر للإدارة الأمريكية بنقل الصفارة الأمريكية إلى القدس الشريف القدس القدس التي نعتبرها عاصمة أبدية لفلسطين نحن اليوم أمام موقف متعنت متجبر علينا أن نتخذ العبر ونتحد ونتضامن مع إخواننا في فلسطين كشعب مغربي كأمة عربية نقف صفاً واحداً أمام هذا القرار الذي سيزج بالمنطقة في الدماء وفي العداوة الدائمة أحيي عالياً مبادرات صاحب الجلالة رئيس لجنة القدس على كل المبادرات التي يقوم بها من أجل استتباب السلام والأمن في المنطقة أنادي من هذا المنبر على الرئاسة الأمريكية أن تتعقل وتستحضر الرهانات السلمية في المنطقة سنبقى متضامنين متآزرين لحمة واحدة مع إخواننا في فلسطين لتعيش فلسطين خضرة شامخة مناضرة يا فلسطينيين نحن معكم وراءكم لتبقى فلسطين عاصمة القتل الشريف شكرا لكم